سقطت عدن وأصبحت الشرعية على بعد خطوة واحدة من نهايتها صمت مطبق من جانب الرئيس هدي ومسؤولي حكومته إلا من بعض التجاوزات التي يقوم بها بعضهم بشكل شخصي وهو ما عاد إلى الذاكرة مشهداً سبق أن عايشه اليمنيون أثناء انقلاب ميليشة الحوث أهلاً بكم منذ اشتعال المواجهات في عدن بين القوات التابعة للحكومة وميليشيات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات كان تحرك السلطة الشرعية وموقفها مثيراً للدهشة في سلبيته وكأن ما يحدث مجرد مناوشات قبلية في منطقة نائية وليس انقلاباً على سلطاتها في عاصمتها المؤقتة حتى أن هذا الموقف أثار غضب رجالها الذين قادوا المواجهات في عدن يقول المدافعون عن الحكومة إن وضعها لم يكن يسمح لها بفعل شيء في المواجهات نظراً لدفع الإمارات بكل ثقيلها في المعركة لمصلحة الموالين لها فيما يرد المنتقلون إن ذلك لم يكن كل شيء فحتى الموقف السياسي كان أسوأ من الموقف العسكري كانت رسالة الحكومة الموجهة لمجلس الأمن بخصوص أحداث عدن صادمة وهي تتحدث عن السمرار سيطرتها على المدينة وتجعل من المجلس الانتقالي وحده المسؤول عما أسمته أحداث عدن خصوصاً وأنها كانت في وقت سابق قد اتهمت الإمارات بدعم العملية الانقلابية وهو ما لم يرد في الرسالة تتخبط الشرعية وتبدو بلا خطة فيما تشير أغلب القراء إلى أنها باتت تتحلل ما لم يكن هناك أي تحرك جدي لتلافي ذلك عن موقف السلطة الشرعية من أحداث عدن وخياراتها ومستقبلها سيكون معنا من القاهرة وكيل وزارة الشباب حمزة الكمالي ومن عمان الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر المودع مرحب بكم أضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك وأبدأ معك سيد الكمالي خلال أحداث عدن الأخيرة التي انتهت بهزيمة الشرعية هناك رأينا صنطاً مطبقاً من جانب الرئيس هادي والحكومة ما السبب في ذلك؟ رأي تصوري أن الرئيس هادي كان يتحرح على مستوى القيادة في التحالف العربي ولم تكن الحكومة صامتة بل الحكومة أصدرت بيان وأكثر من بيان عبر جزارة أقارية وتحدثت بشكل واضح عن أن ما حدث هو انقلاب على الشرعية وانقلاب على الدولة وانقلاب على الحكومة وعلى التحالف العربي وأهدافه وأنا أتصور أنه يجب أن يكون هناك موقع حدث من التحالف العربي هذا الموقع تجيب أن ينحكس على إبراحة على الأرض تزليل آثار الانقلاب الذي تمت في عدن الحكومة الشرعية رأت من أن المجلس الانتقالي تم تسليحه وهذا التسليح كان غرضه هو تحديد المراطب من الحلوثي وعيونا عن ذلك أصبح هذا السلاح موجه ضد الحكومة الشرعية وضد أهداف التحالف العربي ما رأيك سيد المودع؟ يعني خلال أحداث عدن الأخيرة أسألك ذات السؤال المشترك التي انتهت بهزيمة الشرعية هناك رأينا صمتة مطبقة من جانب الرئيس هذه والحكومة في الرياض ما السبب في ذلك؟ مساء الخير وتحية لكل أخ حمزة أولا علينا نصوب الأمور لم يكن هناك شيء اسمه قوات الشرعية كان هناك قوات أشبه بمليشيا هي مليشيا هادي برئاسة ابنه من شبوة وأبيان ولم يكن هناك جيش للجمهورية اليمنية حتى نقول أنه سقط إضافة إلى ذلك هذا الأمر كان طبيعي وكان متوقع وليس فيه شيء من الغرابة الإمارات ومنذ أن انسحب الحوثيون من عدن وهي تنشئ جيش للانفصاليين بكامل معداته وهي التي تمودهم وهي التي تسلحهم وهذا الجيش وهذه القوات هي نفسها التي حاولت أن تنهي الوجود الرمزي لما يسمى شرعية في 2018 في يناير 2018 لو لا تدخل السعودي الوقف فيها في حينها وبالتالي الأمر ليس جديد وليس فيه شيء غريب القوى الانفصالية ليس فقط حتى من دخول الحوثيين القوى الانفصالية تلقى الرعاية من الرئيس هادي ومن ابنه ومن فريقه الحاكم منذ 2012 منذ أن تولى هادي الرعاية وهو يدعم الحركة الانفصالية لأكثر من سبب أكثر ما يسمى الحراك الجنوبي أكثر من حراك الجنوبي تم إنشاؤه ورعايته من قبل هادي وبأموال الدولة وبالتالي هذه الجريمة هي جريمة أولا يتحملها هادي في الأساس قبل أن نروم الآخرين أن يتحملوا مسؤوليتها وبالتالي هذه خلاصة والنتائج لحالة اهترا هذه الشرعية التي لم يتبقى لها شيء هي شرعية انتهت وفقا للمبادرة الخليجية في 2014 تم التمديد لها من قبل مؤتمر الحوار السنة ومن ثم انتهت صارت شرعية أمر واقع على أساس وعلى أمل بأنها ستستخدم هذه الشرعية لضرب الحوثيين ولكن تضح أنها هذه الشرعية فقط أصبحت شرعية فقط لنهب المال العام والبقى متبلطحين في داخل الرياض وفي غيرها والاستفادة من عذاب الشعب اليمني المزيد من الأرصدة لهم والأولادهم وتعينات الوظيفية بكل عبث واستهتار كل هذا تم وبالتالي لم يكن هناك شرعية لم يعد هناك شرعية في اليمن علينا أن نعترف ليس هناك من شرعية لا شرعية قانونية لا شرعية سياسية لا شرعية أمر واقع يعني أنت عندك عدة مستويات من الشرعية إما تكون شرعية سياسية بمعنى أن يكون جزء كبير من الطيف السياسي موافق على هذه الشرعية هذه لم يعد لدي هذه الشرعية وهو خسرها من أشهر بعد ما حصل عليها هو حصل على شرعية سياسية هو لم يحصل على شرعية قانونية هو حصل على شرعية الأحزاب في حينها والقوى السياسية اتفقت بأنه حل وسط وبأنه سيصبح رئيس ثوافقي لمدة سنتين هو من الأشهر الأولى بدأ يستهدف علي عبدالله صالح وفريقه وبدأ يستخدم الطرف الثاني ليقوي مركزه ومش حبا في الإصلاح ولا حبا في علي محسين وبعدين تآمر مع الحوثيين ضد علي محسين وضد الإصلاح من أجل اعتقادا منه بأنه بيقوي مركزه لأنه تفاهم مع الحوثيين بأنه سيتقاسم معهما السلطة وبالتالي ارتكب الجريمة الأصلية هذه الشرعية ليست فقط فاقدة للشرعية هذه الشرعية هي التي ارتكبت الجريمة الأصلية هي من أدخلت الحوثيين إلى صنعة وهي من يجب أن تحاكم على الجريمة الأصلية الجريمة التي الآن حسب تقديرات الأولى المتحدة مائتين وستة وثلاثين ألف إنسان في اليمن بسبب الحرب بنتيجة مباشرة للحرب أو غير مباشرة يتحملها بالدرجة الأولى هذا الرئيس الذي أوقعنا في هذه المشكلة الأصلية الذي أدخلنا الحوثيين إلى صنعة وأصبحوا الآن سرطان في جسد الشعب اليمني مع موضع التي برما تفضلت به أسألك سيدا الكمالي تتحدث أنت عن حديث الحكومة أو بيانات الحكومة أو تصريحات لنائب وزير الخارجية التي قد لا تعبر عن الحكومة وإنما تعبر عن موقف شخصي في نهاية المطاف كما لاحظنا من التعميم الذي صدر بأن بيانات الحكومة تأتي عبر الناطق باسمها إذن دعا كل ذلك لكن لماذا الرئيس هادي لم يتحدث يعني في مثل هكذا أحداث عصيبة على اليمنيين لماذا يصمت هادي سيد الكمالي سيد الكمالي هل تسمعوني هناك مشكلة في الاتصال مع سيد حمزة الكمالي أعود إليك سيد المودع طيب عندما نتحدث على أن هناك مطالبات للشرعية لكن أليست هذه المطالبات فوق قدرة هذه الشرعية كيف يمكن لها في نهاية المطاف عندما نتحدث عن الوضع في عدم بالتحديد أن تواجه قوات مدعومة من الإمارات بينما قواتها ليست ذات قوة حقيقية على الأرض يعني يتحدث الميسري وزير الداخلية أنه يعني هم واجهوا بإمكانات بدائية في نهاية المطاف يعني دعنا من هذه التفاصيل هذه التفاصيل ليست ذات أهمية لأنه منذ البداية لو كان هناك شرعية حقيقية لما سمحت للإمارات بأن تنشئ جيوش ومليشيات خارج سلطتها لو كانت هذه الشرعية تحترم نفسها لما قبلت بهذا الوضع وبالتالي في نهاية المطاف من ناحية العسكرية كانت الكفة منذ البداية تميل لصالح الطرف الثاني وهذه مسألة كما ذكرت لك ليست ذات أهمية من حسم المسألة لأنه واحد أقوى من الآخر لكن منذ البداية لماذا سمحت هذه الشرعية لنفسها أن تكون غطى لأن تأتي دولة مثل الإمارات أو غير الإمارات وتنشئ لها مليشيات انفصالية بعالم الانفصال وتصبح مسيطرة على ما يسمى العاصمة المؤقتة منذ أربع سنوات يعني المسألة ليست سر وهذا العمل يتم تحت مرأة ومسموع من العالم يعني المسألة من تحت الطاولة يتم وبالتالي كان من البداية المفروض أن لا تنشأ مثل هذه السلطات أزيد لك من الشعر بيت كما يقال عبد الربو منصور عندما كان في عدن أتى بقوات بقيارة عبداللطيف السيد من أبيان سميت في ذلك الحين اللجان الشعبية لتناصره أتت هذه القوات بالعلم الانفصالي وذهبت تهاجم الأمن المركزي بالعلم الانفصالي وهي أتت بإرادة وبإعاز من عبد الربو منصور هادي الذي هو رئيس الجمهورية اليمنية فإذا كان الاهترام منذ البداية منذ بداية الأحداث من قبل أن يحدث التدخل وعاصفة الحزم وغيرها من هذه المسميات كان هناك بداية خاطئة أن يتم مهاجمة الأمن المركزي من قبل قواء انفصالية ترفع العلم الانفصالي تتصرف بعنصرية ضد الشماليين منذ ذلك الوقت تم امطاردة الجنود الشماليين في الأمن المركزي نهبهم وقتلهم وسلبهم وسلاحهم كل هذا تم تحت رعاية وتحت سمع وبصر هادي وبالتالي آخر بالحديث عن هادي ما نفكر فيه أن نتوقع من هادي الانفصالي بأن يقوم المشروع الانفصالي هادي انفصالي بس يريد نحكم الجنوب لا يريد أن يحكمه أصحاب الظالع بس يريد أن يحكمه يعني في نهاية المطاف يتحدث الرئيس هادي أن مشروعهم ومشروع الدولة الاتحادية لكن دعنا يعني في هذه النقطة فيما يتعلق بالأحداث الحالية يعود إلينا السيد الكمالي لماذا يصمت هذه يعني أنت تتحدث عن بيانات من هنا وهناك أو تصريحات من هنا وهناك سيد الكمالي تسمعني هناك مشكلة في الاتصالات من القاهرة إذن طيب نعود إلى النقطة الذاتها سيد المودع تتحدث عن أن المشكلة كانت من قبل مع هادي لكن هو الوضع الآن يعني هو الرئيس الشرعي الآن هذا الأمر ليس بيدي أو بيدك أن يتغير فكيف يمكن يعني وهي المشكلة ليست فقط فيه إذا كانت المشكلة فيه فكان هناك من الأولى تغييره عبر يعني عبر السنوات الماضية كلها إذن هناك معادلة سياسية تفرض بقاء هادي شئنا أم أبينا سواء كنا معه أو ضده لكن كيف وصلت يعني كيف وصل الحال الآن إلى هذا الصمت إلى أي مدى سنصل برأيك أيضا أولا كون هادي يظل يبقى شئنا مع بينا هذا كلام بائس هذا كلام لا ينبغي علينا كيمنين أن نردده لأننا لسنا خلاص انتفينا لا يوجد رجل أو امرأة يتولى أمر اليمن إلا هذا البائس هذا التعيس هذا السيء هذا كلام ليس له محل من الإعراب لو كان هناك نخبة سياسية لديها الكرامة ولديها الشرف والرجولة أن تقول لهذه إرحال منذ فترة طويلة منذ أن رأوه وهو يدمر اليمن منذ أن رأوه وهو يتأمر مع الحوثي منذ أن رأوه وهو يدخل الحوثي إلى داخل صنعاء وينتشي بأن الحوثي أصبح داخل صنعاء هؤلاء لو كان عندهم درة من أنا أتكلم عن النخبة السياسية جميعهم وتحديدا حزب الإصلاح الذي هو الحزب الذي أعطى هذه الكثير من الغطاء السياسي ليحكم بهذه الطريقة وبالتالي لا يوجد شيء بأن هذا هو رئيس شرعي وسيستبر رئيس شرعي شيئنا ما بينه هذا الكلام باعث هذه انتخب لفترة محددة ولمهمة محددة وهو أن يدير حوار وطني هو لم يدير حوار وطني هو أفشل هذا الحوار الوطني عندما وجه هذا الحوار الوطني باتجاه تفكيك اليمن باسم الفيدرالية وباسم الأقاليم والدولة الاتحادية وهي فكرة كانت يريد منها هادي والحزب الشراكي وكثير من النخبة الجنوبية التراجع عن وحدة 22 مايو فتم اختراع فكرة الفيدرالية وتم شيطنة المركزية وغيرها من الأسس التي قامت عليها الجمهورية اليمنية وتم وضع مؤتمر حوار جاهز المخرجاته منذ الفداية ومن ثم أفشل مؤتمر الحوار ثم تآمر مع الحوثيين ضد الجمهورية وضد الدولة اليمنية وادخلهم إلى عاصمة الدولة كل هذا ماذا يعني؟ كان يعني بأن يسقط بأن يحاكم وليس فقط أن يتم إخراجه من السلطة أما الكلام أننا سنظل نقول هادي هو الرئيس لأنه انتخب الشعب حتى لو انتخب الشعب انتخابات حقيقية إلى من تكون انتخابات لكن الحديث على أن هناك في نهاية المطاف معادلة أو هناك توازنات إن صح التعبير توازنات في نهاية المطاف لم يستطع أحد وضعت خافة نعم لم يستطع أحد تواجه يعني تغييرها إلى الآن في نهاية المطاف فبالتالي هذا الواقع الذي يبدو أن يسليش عليه لأن هناك طبقة سياسية رثة طبقة سياسية مصلحجية لأن لديها مصلحة من بقاء هادي متمسكة فيه هي ليس حبا فيه الإصلاح يكره هادي جميع الحزاب الذي حول هادي تكره هادي وهادي يكرهها ولكنها لأن لديها مصلحة من بقاء هادي يوفر لها غطال للنهب ولتمكينها داخل جزة الدولة متمسكة فيه وإلا لو كان لديها درة من الحساس بالمسؤولية لما تمسكت بهادي وهي ترى بأنه أوقع البلاد في هذه الكوارث ولا زال سيوقع اليمن في هذه الكوارث وبالتالي هذه هي المشكلة الأصلية أننا هذا الشخص انتهت شرعيته ليس لديه أي شرعية لم يعد رئيس الجمهوري اليمنية ولكن لأننا لا نمتلك نخب سياسية نزيهة ونظيفة ولديها المسؤولية ولديها الكرامة ولا حتى نخب ثقافية ولا أصبحنا كلها نخب مهترئة الثقافية والسياسية لهذا السبب استسلمنا لهذا الواقع المرير لهذا الواقع المدمر ذكرت لك رقم كان ينبغي أن يشكل صدمة لليمنين الأموال المتحدة قدرت بأن هناك أكثر من مائتين وثلاثين ألف إنسان يمني قتلوا بسبب هذه الحرب مباشرة أو غير مباشرة توفوا بالأحرى توفوا بسبب هذه الحرب بمعنى ربع مليون نسمة ضف إلى ذلك أربع مليون نازح داخل اليمن ومئات الألوف من اللاجئين في الخارج ورغم هذا لا يوجد صحوة لا يوجد حديث للناس حول ما هي المخارج لازمنا متمسكين بنفس الناس وبنفس المؤسسات وبنفس الأشخاص الذي دمروا اليمن ولازمنا نقول لا نتمسك بهم حتى يخرجون إلى طريق هل يخرجون إلى طريق هؤلاء الذين دمروا اليمن هؤلاء الذين مستفيدين من بقاء الوضع الراهن هادي ومن هو معه في الرياض وغيره مستفيدون هل سيجدون وضع مثالي أفضل من هذا يا أخي تخيل قاعدين لي في دولة في قصور وفي فنادك بعيدين عن شعبهم لا يتحملون مسؤولية لا يخافوا من مظاهرة لا يخافوا من احتجاج لو قرر أي يمني يروح يحتج على هادي عليها أن يذهب إلى الوديعة هذه هي آخر نقطة يستطيع أن يتظاهر ضد هادي يعني بحدود 1500 كيلو مستمتعين من خيرات هذه الدولة يأخذوا الأموال من ما تبقى من أموال شحيحة ويحرمون بها رواتب الناس لما يقارب ثلاث سنوات ويأخذون هذه الأموال الشحيحة يضعونها في حساباتهم يتصرفون بها بدون حسيب ولا رقيب ويتصرفوا بالموضوع العامة ووضحت هذه المتصير المدى وزعوها لأحسابهم وأقاربهم وخلانهم وخليلاتهم دون أن هؤلاء سيفكرون ولديهم إحساس بما يحدث في اليمن يعني هناك الكثير من هناك الكثير من إتيامات فيما يتعلق من فساد الحكومة والوضع في هذا السياق دعنا يعود إلينا سيد الكمالي سيد الكمالي هل تسمعوني بداية؟ ألو تسمعوني بشكل واضح سيد حمزة؟ ألو أسمعك تفضل أهلا وسهلا إذن طيب في بيان الخارجية أو تصريحات نائب وزير الخارجية الحكومة اتهمت الإمارات بالوقوف فراء ما يحدث في عدن إلا أننا في نهاية المطاف وعبر رسالة الحكومة إلى مجلس الأمن لم نرى أي إجراء ضدها من قبل الحكومة لماذا؟ أنا في تصوري أن المفترض أن الجهود أو النقد يجب أن لا يوجه الحكومة الشرعية الحكومة لا يجددها لإمكانات الكافية لتقصد مصدودها مرة أخرى هناك مشكلة في الاتصالات يبدو من القاهرة أعود إليك المعذرة السيد المشاهدين على ذلك أعود إليك سيد المودة لربما اطلعت على رسالة الحكومة لمجلس الأمن ما الذي تشير إليه الرسالة برأيك؟ هذه رسالة خجولة باستحياء يشير إلى المجلس الانتقالي ولا يطلبوا أي إجراءات لو على افتراض أن هذه الحكومة أمرها بيدها تستطيع من ناحية النظرية على الأقل أن تقول الإمارات إرحلي غير مأسوف عليك لكن هذا هو أقصى ما يمكن توقعه وهذا فقط لدر الرماد على العيون ليس هناك من عمل ولا يتوقع يا أخي لا يتوقع حتى هذا هو غضب لماذا؟ لأنهم مسوا الميليشيات التابعة لابنه لم يغضب ولن يغضب لأنهم مسوا جيش الجمهورية اليمنية لأنه هو تآمر على تفكيك جيش الجمهورية اليمنية وساهم بضربه وتفكيكه ولكن لأنهم عندما أخرجوا هذه القوات التابعة له لأنهم سيفقدونه جزء من السلطة الذي يحاول من خلالها أن يستمر ويمدد لنفسه في البقاء رئيساً لليمنين إلى ما شاء الله ودون قيد ودون شرط ودون رقابة ودون مسؤولية طيب لكن في هذه النقطة سيد المودع في هذه النقطة عندما نشاهد التصريحات السياسية التصريحات من قبل مسؤولين مسؤولين كبار حول دور الإمارات وكذلك حول موقفها مما حدث في عدن وليست آنية هذه التصريحات هذه أيضاً هناك تصريحات قديمة لكن في المقابل لا نرى تحركاً لإخراجها من التحالف في اليمن أو طلب خروجها من التحالف هل هذا الأمر بيد الحكومة الشرعية بداية؟ يعني هذه الحكومة أولاً وأخيراً هي ليس أمرها بيدها هؤلاء موظفين لدى السعودية ترعاهم وتعطيهم مخصصات مالية وترعاهم وأسرهم وبالتالي هؤلاء عملياً ليسوا حكومة شرعية هؤلاء أصبحوا منحتهم الشرعية السعودية هو بدون الدعم السعودي تخيل يا أخي الآن أن السعودية رفعت الغطاء عن هادي وجماعته العالم كله لن يعترف به رئيس الشعب اليمني لن يعترف به رئيس لأنه لا يستطيع أن يعود إلى داخل اليمن لأنه ليس لديه وجود حقيقي داخل اليمن وبالتالي هذه السلطة أصبحت هي سلطة تتبع السعودية وتأتمر بما تأمرها السعودية وأي بيان يصدر عنها أكيد بيمر عبر الموظفة السعودية المشرف عليها المشرف على هذه السلطة لينقعه وربما يصيغه وربما يسمح بخروجها أو لا وبالتالي هذه السلطة رهينة بالمعنى يعني هل أفمن ذلك؟ السعودية الآن موافقة على ما حدث في عدن وأنه ليست بصدد التحرك لتغيير الوضع هناك في البداية كنا رأينا أن الموقف السعودي غامض لماذا السعودية لم تتحرك؟ لماذا السعودية لم تمنع حدوثها منذ البداية؟ يعني السعودية الهاني بن بريك والميليشيات الانفصالية كانت قد أعلنت بأنها ستهاجم قبل الحرب قبل أن تبدأ الاشتباكات وبالتالي كان من المفترض أن السعودية تتدخل والسعودية تدخلها ليست تدخل عسكري يا باتصال تلفوني بل سلطات الإماراتية تقول لهم أوقفوا الأجراء حقكم من العمل والعبث في عدن ولكن اتضح لاحقا بأن السعودية يبدو أنها متفقة مع الإمارات على ما حدث وهذا يعني الآن بدأت تتضح الصورة تضح الآن الصورة بأن هناك اتفاق إماراتي السعودي على حدوث ما حدث في عدن على تقوية الانفصاليين في الجنوب ومن ثم الدعوة لمفاوضات لإعادة هندسة الشرعية بين قوسين بمعنى إدخال الانفصاليين إلى الحكومة وتمكينهم من المحافظات الجنوبية بمعنى تعيين محافظين انفصاليين وإيجاد أيضا كما يقال إدخال الجزء من المؤتمر الشعبي إلى هذه الحكومة الجديدة التي يفترض بأن يتم تشكيلها هذه هي الخطة المرسومة وكأننا كنا أمام سيناريو مرسومة ولكن هذا يشير إلى اهتراء الفكرة من أساسها الفكرة من أساسها بأنك أتيت لإعادة الشرعية التي هي طبعا مؤسسات وإعادة اليمن إلى وضعها الطبيعي واليمن الوضع الطبيعي هو دولة واحدة مركزية لا تقبل حتى الآن وفقا للدستور اليمني لا تقبل بأي شكل من أشكال التجزئة أيا كان تحت أي يسم لكن ما يحدث الآن أنك ترعى مشروع انفصالي وستدخل الانفصاليين إلى داخل السلطة هذه أي سلطة هذه للجمهورية اليمنية عندما تدخل لها انفصاليين لا يعترفون بها هؤلاء يقولون بأننا نريد أن نفكك هذه الجمهورية اليمنية ولا نعترف بها هذه سلطة احتلال يسموها سلطة احتلال واستعمار في بياناتهم في كل أدبياتهم وبالتالي ستضع لي تخيل يوم غد يكون هاني بن بريك أو أي واحد انفصالي أصبح وزير خارجية أو وزير دفاع أو وزير مالية أو أي وزارة من الوزارات في الحكومة الجمهورية اليمنية طيب قبل أن نتحدث عن الخيارات القادمة إذا لم نخلص من الانفصال قبل أن نتحدث عن الخيارات القادمة دعنا نشترك معنا في الحوار سيد المدع سيد أنيس منصور الصحفي الذي انضمنا عبر الهاتف من القاهرة سيد منصور يعني الحكومة عبر أكثر من مسؤول أو بالأصح أكثر من مسؤول في الحكومة هاجمت دور الإمارات في ما حدث في عدن لكن رسالة الحكومة إلى مجلس الأمن كانت خالية من هذا الهجوم من هذه النبرة الحادة ضد الإمارات لماذا برأيك أخي عزيز أول شيء الهجوم من قبل بعض القيادات في الدولة جاء متأخر أنا وأنتم في كنف بالقيص ويمكن يمن شباب وبعض القنوات من سنتين ونحن نصير من سنتين ونحن نتكلم من سنتين ونحن نتحدث عن إجرام الإمارات مخطط الإمارات دوافع الإمارات أطمع الإمارات انتهاكات الإمارات إجرام الإمارات وهؤلاء في حالة فهم في حالة فغاضي بل إنني كنت الصورة الوحيد أنا والمستشار مختار الرحلي من داخل الرياضة الذين نرفع أصواتنا وتأتي إلينا التعليمات والانتصالات والرسائل والطفوطات لا تتكلم بإسم الشرعية ضد الإمارات هكذا كانوا نتعرض لكثير من الإرهاصات والضغوطة ظل وصل بنا الأمر أننا نتعرض للتحقيقات ونتعرض للمساءلة ونتعرض أشياء كثيرة جدا ونحن نحذر 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 لا يسمعك أحد ويتم تخديرنا اللي حاصل يا أخي يعني ما زال ما زلنا رغم تصريح هل هذا الأمر مستمر إلى الآن سيد منصور يعني عندما نتحدث على أن نائب وزير الخارجية وزير الداخلية أحمد الميسري أيضا تحدث بشكل واضح وهو كان على الأرض عن الدور الإماراتي لكن حتى بيانات تم إعادة تغريدها على تويتر تتحدث على دور الإماراتي فيما حدث في عدن لكن أنا أتحدث الآن على رسالة السفيرة السعدي إلى مجلس الأمن خلت من أي انتقاد لدور خارجي باستثناء المجلس الانتقالي في أحداث عدن كلام مربوض كلام غير مبدي يا أستاذي أنا أقول لك يا أخواني هذا الكلام غير مبدي وليس الإمارات الآن دخل في الموضوع حتى السعودية التي كنا نؤمل على أنها جضحة الإنقاذ التي ستنقذ الشرعية وهي الورقة الأخيرة وهي صمام الأمان وهي حارس الوحدة وهي قوة التحالف وهي التي يعتمد عليها نتضح على أنها واحد كما في المسألة اليمنية واحد يبوس واحد يلطن طيب لماذا تغيب هذه الأمور كلها يعني سؤال الآن لماذا تغيب هذه الأمور كلها عن الرسائل الرسمية التي في نهاية المطاف ستحدد الموقف الرسمي للحكومة والشرعية من هذه التدخلات أو هذه التجاوزات هذه اللغة السبب أن هذه اللغة تملى لنا أو تملى للشرعية من المنظومة الأمنية الاستخباراتية السعودية باختصار وليست من دوافعنا ترسل إليهم مجموعة من التعميمات ومجموعة من المقاط التي لا يمكن تجاوزها وهي ضمن المسلسل الذي سيستمر من هو المجلس الانتكالي؟ أليس المجلس الانتكالي هو الإمارات؟ أليس هو الممكن بطائرات إماراتية وبانطفحات إماراتية وبأبطم إماراتي وبدعم إماراتي وإعلام إماراتي؟ لماذا لا نسمي الأمور بمسمياتها؟ قدلنا لمرحلة الضبابية والبلاد تسقط وتسقط وتسقط وبالتالي سنكفع التمل جميعا الذي قرعه والذي استمعه والذي شهده طيب الآن عندما نتحدث على عدن في الأيام القادمة عن خيارات الشرعية فيما يلي أحداث عدن كما سمتها في رسالة مجلس الان في حال لم يتغير شيء في عدن حتى بعد هذه اللجنة التهدية وما شابه الميليشيات الانتقالي مضت أيضا في اتجاه توسيع الحرب ربما أو التوسع في مناطق أخرى ما الذي يمكن للحكومة برأيك أن تفعله؟ لا يمكن للحكومة أن تعمل شيئا بعد أن أقيل الرأس الذي كان يقارع سد الشرعية الرجل بعد يخالف بانتغر الرجل هذا كان هو السد وكان هو السور الذي يتلقى الضربات ويواجه الضربات لصوته وموقفه وكل شيء بالتالي لدينا رئيس وزراء يقول له يقول للرعي العام أنه ليس له دخل بالسياسة هل تمعت هذا الشغل أو هذا المنطق بالتالي لن يكون هناك أي شيء ما لن يتم طرد الإمارات الحل الأساسي الآن أن المبعوث هلنجو السعدي هذا كان الأصل يتقدم رسميا للأمم المستحدة بطرد الإمارات بسبب انتهاكاتها وتجاوزتها وخرجها عن المسار العام للتحالف غير هذا سنظل نتألم ونصيح وسيظل البلاد من دوامة إلى دوامة الموضوع يا أخي في الانتقال لا يعني الانتصال الانتقال الآن يريد أن يكون أداء انتصالية لمخطط استعمار فيه يعني للإمارات يعني سيكون هو فقط على الأرض لكنه مضلة للنفوذ أو للأطماع الإماراتية ليس إلا هذا الذي يخطط له فالأخوة السعوديين أحيانا سيتدعون أنهم محايدين وأحيانا مرتبطين وأحيانا يعني يلطفوا الأجواع ببعض التصريحات وبعض الأمور لكن الأمور مكشوفة ومفضوحة ولتمنى أن يرتفع صقفنا بمعالجات أكوى وأوسع وأن الشرعية وكيادة الشرعية تخرج من الضغوطة التي هي فيها أو من الضغوطة التي يمارف عليها وتذهب عن خيارات أخرى فما زال لديها مثل ماذا سيد منصور قبل قليل كلمتك أنه لابد أن يكون هناك طلب بإختارة الإمارات ويصبح وجودها غير شرعي بالتالي من السؤال أنه إذا خرجت بقرار أو بقانون أو بذعب تخرج ومع بعد ذلك سيكون لكل حدثين حديث وإن لم تخرج ستكون هناك مقاومة شعبية لأنك أنت صاحب الأرض وصاحب الوطن مهما كانت قوة الباطل وقوة الأجنبي يظن ضعيف في أرض ليس أرضه ووطن ليس وطنة سيد المودع هل مثل هكذا طلب ممكن أن يحدث هل خلال الأيام القادمة يمكن أن يحدث طلب خروج يعني قرار إن صح التعبير أن تخرج الإمارات أن تتوقف أعمال الإمارات في اليمن أولا تحية للأخ أنيسو أحيي على شجاعته ومواقفه التي أيضا كان هو من القرائل بالفعل الذين هم يعملون في الشرعية مع هذه الشرعية ورغم ذلك كان صوتهم قوي وأداؤهم رائع وينسجم مع ضمائرهم وحسهم الوطني أما الحديث عن أن هذه الشرعية سترفع طلب هذه الشرعية إن أمرت من السعودية ستعمل ذلك إن لم تؤمر لن تعمل ذلك هذه الشرعية علينا أن نقول بأنها لم تعد موجودة علينا أن نرفع عنها الغطاء لأنه من خلال هذه الشرعية يتم الآن تفكيك بلدنا من خلال هذه الشرعية تمت الحرب على اليمن بهذه الصورة نحن أنا ويمكن معظم الشعب اليمني فرحنا وأيدنا تدخل السعودي منذ البداية وقلنا بأنه تدخل رشيد وبأنه تدخل ذكي وبأنه تدخل أشبه بعملية جراحية صغيرة سيأتي ليتخلص لنا من الحوثي ثم يعيد لنا الدولة لكن بعد أن دمروا اليمن بحرب غبية دمروا الجيش اليمني ضربوا البنية التحتية اليمنية وبعد ذلك أنشأوا لنا كيانات انفصالية أو جهوية وألغوا لنا فكرة الدولة من الأساس تحت غطاء أن هناك رئيس شرعي حاجزينه عندهم يعلفوه ثم من خلاله يستخدموه كشرعية لا نريد هذه الشرعية علينا كيمنين نقول انتهت شرعيتهم ليس لدينا يا السعودية يا تساعدين على إيجاد شرعية حقيقية شرعية تحترم نفسها شرعية تعيش في داخل اليمن تتحمل مسؤوليتها من داخل اليمن وتكون شريكة وليس تابعة وليس موظفين عندك يديرهم ضابط استخبارات أو موظف من الدرجة الخامسة لا نريد شرعية حقيقية نشعر بأنها تمثلنا تمثل مصلحة اليمن الواحد اليمن الواحد من يمكن له أن يقوم بهذا الخطاب من يمكن له أن يتحدث بهذه اللهجة مع الخارج المثقفين الذي الدور الأولا الدور الرئيسي على المثقفين أن يبنوها كفكرة تبنى كفكرة بأن لم يعد لدينا شرعية هذه الشرعية خطرة هذه الشرعية خطرة بالفعل هي خطرة لأنها تعطي الغطاء لتقسيم اليمن تعطي الغطاء لضرب اليمن تعطي الغطاء لمنع اليمنيين من أن يختاروا خيارات أخرى لأنه لنفترض الآن أنه ليس هناك من شرعية الناس لديهم خيارات أخرى سيواجهون الحوثي بطرق أخرى لكن الآن بسبب هذه الشرعية الناس مقيدين ومكبلين وراكنين على أن هناك شرعية ستقوم لهم بالواجب ولكن لو افترضنا أن هذه الشرعية مش موجودة الناس لديهم خيارات أخرى ولهذا علينا أولا كفكرة أن نعزز هذه الفكرة هذه الشرعية أصبحت خطر على اليمن وعلى السعادة اليمن وعلى هزيمة الحوثي وهزيمة الانفصاليين والجهويين وغيرها من الميليشيات دون ذلك كلام فارغ لا نعتقد من المستحيل على هذه الشرعية التي دمرت اليمن التي أصبحت عبارة عن ناس مستفيدين من عذابات الشعب اليمني ومن كوارث الشعب اليمني لا نتوقع منهم أن يصحوا تصحى ضمائرهم ويتحولوا بين عشيات وضحاها أبطال ويبدأوا ينفضون عن أنفسهم عباءة الذل والخنوع التي يرتدونها لا نتوقع ذلك هذا من المحال يا أخي ولهذا علينا أن نبحث عن خيارات أخرى عن وجهات أخرى لا نتجه إلى مكان الخطأ علينا إذن أن نبحث عن خيارات أخرى يقول سيد عبد الناصر المودع ما رأيك سيد أنيس منصور فيما تفضل به طبعا أنا أقول البحث عن خيارات أخرى والبحث عن تحالفات أخرى باختصار هنا قوى كلمية يا أخي موجودة تستطيع أن تغير المعادلة تستطيع أن تعمل شيئا تستطيع أن نصل إلى نتيجة تحكم ما تبكى من الدماء وتحفظ على هذا الوطن لأن الإمارات في أي دولة دخلت لا تترك فيه إلا الخراب والدمار والاكتسال والدموع والمعاشي التي سنتفع فيها عشرات السنوات لا فرق ما بين عبق الحوثي وغطرسة وممارسات الإمارات كلاهما يتساوان في كل شيء فهذا هو الذي يمكن أن نبحث عنه هو خيارات أخرى هل يستطيع الرئيس أن يخرب لصارح الشعب أول شيء بالحكائف هل يستطيع الرئيس أن يخرب بعد ذلك من الغرف المغلقة والتعميمات التي تصله الضغوطات والرهاصات ليتكلم أو يبحث عن حلفاء جدد يغير المعادلة حتى بعد ذلك سيبتع الثمن هذا الحقيقة التي يمكن أن نبحث عنها أما أننا نظر بهذا أقول لك أنه ما يصدر من الانتقال هي عبارة عن وصائق سرسل من الإمارات وما يرسل من بيانات وحتى التغريدات حتى المواقف من الشرعية هي عبارة عن أوراق ورسائل ومعممة من الإخبار السعودية بالتالي الشرعية ليس لها قرار ولا ليس لها موقف وأصبح كلهما متحكمان وفي النهاية السعودية والإمارات يلعبون في ملعب واحد وبإتفاق واحد فقط اللهم يمارس لعبة الإلهاء أو الإكناء أو تخفيف الصدمة التي صدمت بها الشرعية تصور أنت في ظل الوضع الحالي والذي تم وكان هناك صمت بعد صمت بعد صمت بعد صمت في اللحظة الأخيرة يعلن بيانا ناريا من التحالف يتبخر هذا البيان الناري يعلن عن لجنة تنزل لجنة ولا تجد أي نتيجة غير أنها تسلم بوابة الأولى والبوابة الثانية من قصر المعاشق يعني بوابتين من أجل تسليم بوابتين وهناك أكثر من سبعة معسكرات واثنين وعشرين مكتب وثلاثة عشر مؤسسة إدادية من المائنا والمصافي وغيرها ما زالت في الميليشيات الانقلابية يعني الميليشيات الانفصالية الانقلابية الإماراتية هذه هي النتيجة وفوق هذا أنا أعطيك الآن المقدمات ذهبوا إلى أبوظبي وبعد ذلك سيتجهون إلى السعودية وسيتحول الفصيل الانتقالي الملتمر دي العابط إلى فصيل شرعي وضلا من ضلة شرعية أو قوة موازية شرعية باسم الشرعية أيضا ينفذ أجلية الإمارات والسلام ختام سيد المدهع اليوم كانت هناك تغريدات لوزير الإعلام معمر الإيرياني يتحدث على أن ما قام به المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدا ليس انقلابا على الحكومة الشرعية والنسيجي الاجتماعي فقط بل هي أيضا ضرب للموقف العربي المقاوم للمخططات الإيرانية الهادفة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وقال إن أي تمرير أو تماهي مع انقلاب المجلس الانتقالي في عدن بهذا الظرف يسقط مشروعية مواجهة الانقلاب الحوثي في صنعاء ويسقط مبررات تدخل تحالف دعم الشرعية لمواجهة انقلاب الميليشيا الحوثية على الحكومة اليمنية وأن الحكومة سوف تقوم بواجبها الدستوري والقانوني في مواجهة أي محاولة للمساس بكينونة الدولة هل من أمل في هذه التغريدات يعني هذه التغريدات هي في الاتجاه الصحيح لكن هل ستترجم أنا أشك بأنها ستترجم ربما تترجم من بعض المسؤولين اليمنين من من ستسحى ضمائرهم ويشعرون بأن الوضع قد وصل إلى الحضيذ أو من البعض الذي بدأ الآن يتحسس موقفه يعني أخشى بأن تكون بعض هذه التغريدات وبعض هذه المواقف أن البعض بدأ يتحسس بأنه سيخرج من تشكيلة الحكومة التي يرد بها شرعانة الانفصاليين داخل هذه السلطة وهذه ستكون كارثة ولهذا عندما أقول علينا أن نقول بأن هذه الشرعية لم تعد شرعية لأنه قبل أن يأتوب الانفصاليين ويضعونهم في مناصب وسيادية تحت اسم أنهم جزء من القوى السياسية الحقيقية وأنا أقول إن وضعوا الانفصاليين عليهم أن يضعوا الحوثي وأن يضعوا القاعدة وأن يضعوا داعش لأنهم هؤلاء جزء من العملية السياسية إذا كانت الفكرة بأنه كل من قوى صميله عاش كما يقال وكل من قوى صميله في الشارع بدعم من هذه الدولة أو تلك أصبح له وجود في هذه السلطة إذن فليأتوا بالحوثي الحوثي هو أولى هو مسيطر على سبعين في المئة من السكان وعلى العاصمة يأتوا به يكون ترأس الحكومة ويأتوا بالقاعدة لأن لديها تسيطر على بعض المناطق ويأتوا بداعش لتمثل إلى جانب الانفصالين إذا يريدوا سلطة بهذا الشكل ولهذا السبب علينا أن نقول بأن هذه الشرعية انتهت لا مزيد من الغطاء الشرعي الكاذب لا مزيد من اهتراء الدولة اليمنية باسم هذه الشرعية هذه الشرعية دمرت اليمن منذ البداية وأعطت قطال الآخرين يدمر اليمن الآخرين من الداخل ومن الخارج كفى وعلينا البحث عن شرعية جديدة شرعية من الميدان شرعية تقاوم الحوثي وتقاوم الانفصالين وتقاوم الجهويين هذه الشرعية ستنبت من الميدان الشعب اليمني شعب لديه تاريخ عريق لا يمكن أن يقبل بأن يصل إلى هذا الاهتراء لا يمكن أن نستحمل أكثر من ما استحملنا لا يمكن أن يكون لهذا الشعب مؤسف أن يكون لهذا الشعب رئيس مثل عبد الرب ومنصور هذه هذه هي الكارثة مؤسف أن يكون هناك يمني لديه كرامة ولديه ذرة من احترام نفسه أن يقول بأن هذا الرئيس يمثلني وبالتالي عندما نقول بأنه انتهت هذه الشرعية علينا البحث عن بديل حقيقي هنا هذه هي الخطوة الأولى طيب عن البديل غير ذلك سنستمر في هذا نعم عن هذا البديل أسألك سيد أنيس منصور من يمكن أن يكون كيف يمكن أن يحدث هذا التغيير في القريب العاجل باختصار له سبحانه سيد منصور هناك إشكالية إذن في الاتصال على كل حال أشكر سيد أنيس منصور الصحفي كان معنا عبد الهاتف من القاهرة كما أشكر سيد عبد الناصر المودع البحث والمحلل السياسي كان معنا في حلقة اليوم من عمان عبر الأقمار الصناعية شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصاد في ختام هذه الحلقة تقبل تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر